صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 54 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 جاء فيه المادة الأولى يستبدل بنص البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 النص الآتي أن يكون الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصها ثلاث سنوات واستثناء من ذلك يجوز تجديد الندب لمدد لا يزيد مجموعة على ثلاثة أضعاف هذه المدة وذلك لأداء مهام الخدمات المشتركة المادة الثانية تحل كلمة جهاز محل كلمة ديوان أينما وردت في نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 المادة الثالثة تضاف مادتان جديدتان برقمي 26 مكرر و30 مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 الصادر بالقرار رقم 51 لسنة 2012 يكون نصهما الآتي المادة السادسة والعشرين مكرر يجوز تطبيق سياسة العمل عن بعد خارج مكان العمل وذلك في الوظائف التي يمكن تأدية مهامها عن بعد وفقا لما تقدره السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز تطبق سياسة العمل عن بعد في حالات الظروف الاستثنائية لتحقيق أغراض احترازية وفقا لما تقرره الجهات المعنية يصدر الجهاز التعليمات اللازمة للنظام عمل الموظفين عن بعد ويلتزم الموظف في ذلك بكفة الالتزامات المفروضة عليه قانونا بما لا يتعارض مع طبيعة العمل عن بعد المادة 30 مكرر يحسب رصيد إجازة الموظف المرضية على أساس الأيام وليس بالساعات ويجوز منح الموظف إجازة مرضية بالساعات لأقل من يوم عمل كامل وذلك وفقا للضوابط التي يضعها الجهاز